بسم الله الرحمن الرحيم اليوم عندنا تمرين 2 الى 4 يعني اليونت الثاني تمرين الرابع طبعا بهذا التمرين بهذا التمرين الفكرة انه احنا نسوي سؤال لازم نسوي سؤال بهاي الجملة نسوي سؤال راح نجعل الجملة الاولى يقول يعني هو منطق جمل انت لازم يعني تستخرج السؤال من خلال هاي الجملة وراح تفهم الموضوع صدقني مصعب انت تعلم بانه هذه الفتاة اي اسم شخص كان تلعب التنس انت تريد تعرف كم مرة طبعا دائما بهذا التمرين راح تحذف يعني انت تعرف يعني شون هاي حل التمرين راح اقول هاو اوفن دو دو او داز فاعل ثم بلايتنس ثم بلايتنس هذي التكملة طبعا خليت الدو لان الفاعل يوجمع زين واحد يسألني يقول لستاذ شون عرفت السؤال يعني يو الفاعل شون عرفنا يو هو قائل يو اسك انت تسأل يو هذا من بداية خليلك واذا الضمير هو يو اذا الضمير هو يو هذه الجملة الاولى المحلولة الثانية يمكن اخت ليزا تلعب التنس ايضا طالما قالك انت تريد تعرف راح اسأل عن من هو عن اخت ليزا راح اقول هل اختك تلعب التنس جملة الثالثة جملة الثالثة قائل تتعرف بانه ليزا تقرأ الصحف كل يوم تريد تعرف اي من عندهما تقرأ فانت راح تقول طبعا هذه يعني اي الصحيفة هو مثل ما ذكرنا الفعل المساعد حسب الفاعل بالنسبة لرقم اربعة بالنسبة لرقم اربعة انت تعرف بانه اخو ليزا يعمل انت تريد تعرف هو الشيش تغل فراح تسأل جملة اربعة what does your brother do شنوه ليش تغل اخوتي زيان اكو سؤال هنا راح يسألنا الطالب يقل لستاذ ليش خلينا does ليش does لانه يهرب راذر اخوتي مفرد زيان استاذ هذي مو do ليش صارت هذي مو does ليش صارت do لان بالنفي يبقى الفعل مجرد و does هي رقم خمسة انت تعرف بانه ليزا تروح لسينما كثيرا you want to know how often تريد تعرف كم مرة طبعا من قيل لك how often انت راح تستخدم how often يعنيك بمعنى كم مرة how often do you go to the سينما how often هذا دات السؤال دو الفعل المساعد اللي هو الفاعل اللي هو الفعل الرئيسي to the سينما زيان و سادسا قيل لك you don't know where's liza's grand parents انت متعرف وين يعيشون اجداد او يعني اجداد ليزا انت تريد تعرف تريد تعرفهم تريد تعرف هذا الشي فانت شراح تقول where do your parents live اين يعيشون اجدادك طبعا احنا هنا يعني do مثل ما ذكرنا دات السؤال ثم do ثم الفاعل your parents هذا كلها فاعل your parents هذه كلها فاعل ثم الفعل الرئيسي ينزل مثل ما هو هذه هي فكرة التمرين فكرة مهمة حقيقة يعني فكرة شوية ارادلها تركيز مو مثل اعدادية فاركز على هاي الفقرة ترجمة نانسي قنقر